بسهل خير على كل مشاهديننا في دفتر أحوال حلقة جديدة ويمكن آخر يوم وآخر حلقة لنا في رمضان كل سنة والطيبين والشعب المصري بخير متابعين لسه أحداث كورونا اللي بيحصل الحظر ما زدنا في الحظر ولا لأ إيه اللي بيحصل إيه المستجدات النهاردة كان فيه قرارات كتيرة لمجلس الوزراء البعض بيقول عليها قرارات حزمة البعض بيقول عليها ضعيفة كل في وجهة نظره ليه رؤية إنما أنا من وجهة نظره يعني هي هي نفس وجهة نظر مجلس الوزراء في إن القرارات تكون بالتدريج شوية أو العملية تمشي بالتدريج شوية أكيد الناس في بعضهم ما كانش مستوعب إنه مش هيعيد والبعض كان متأكد إنه مش هيكون فيه عيد بالمعنى الحرفي كل ده عرفنا النهاردة ويمكن أنا كنت متعمد اللي معرفش ومتابعش لإن فئة كبيرة معرفتش القرارات اللي ظهرت النهاردة من مجلس الوزراء ومن السيد رئيس الوزراء عن الأزمة وتبعيات وطريقة التعامل لفترة جاية خلينا نشوف فيديو مهم جدا بتاع مجلس الوزراء النهاردة والسيد رئيس الوزراء وهو بيكلمنا وبيقولنا هنتعامل إزاي بيكلم مصر وناس مصر وبيقولهم هتتعاملوا إزاي لفترة جاية مع أزمة كورونا خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة ثانية رحمة الرحيم اسمحوا لي في البداية إن أنا أتقدم لكل جمعة الشعب المصري بخالص تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وربنا يا رب يعيد علينا كلنا بالخير واليمن والبركة والحية طبعا يعني في ضوء الأزمة العالمية اللي بتمر بيها كل دول العالم الخاصة بفيروس كورونا وكل الإجراءات للحكومة المصرية الحية بتتخذها في مجابهة هذا الفيروس وفي نفس الوقت يعني بنحافظ بقدر الإمكان على عجلة الحياة في الاستمرار الحياة يمكن إحنا يمكن كنا اجتمعنا على مدار الفترة السابقة مع كل سادة زملاء الوزراء والنهاردة كان فيه اجتماع للجنة الوزرية العليا الخاصة بإدارة موضوع فيروس كورونا لمناقشة الموضوعات المهمة جدا الخاصة أولا بإيه اللي حيتم في الإسبوع الخاص بعيد الفطر المبارك ولكن يمكن أنا بالنسبة لي وهو الأهم ما الذي سيتم ما بعد الإسبوع الخاص بأجازة عيد الفطر لأن ما بعد ذلك هو بيمثل الحقيقة يعني الوضع اللي احنا شايفين هنبدأ نتحرك فيه كدولة وكحكومة واعتقد العالم كله ويمكن المواطنين كلهم بقوا امتابعين النهاردة العالم كله ابتدى يعني يتحرك نحو كيفية التعايش مع الفيروس احنا كلنا اكيد تابعنا كل التصريحات اللي اثيرت لهذا الموضوع مؤخرا كل الجهات سواء منظمة صحة العالمية قالت ان هذا الفيروس هيبقى فيروس باقي ولن يختفي وعلى البشرية ان يعني تتعلم وتتكيف في التعايش معاه وبالتالي لازم ان احنا نبدأ النهاردة كدولة وكمواطنين نعي ان هذا الفيروس لن يختفي ولكن نبدأ ان احنا ازاي نتعايش ونتحرك معاه بما يضمن اولا طبعا ضمان سلامة وصحة المواطنين ولكن ايضا كيفية اعادة عجلة الحياة ودورة الحياة الى ما كانت عليه قبل ذلك مع مجموعة من الاجراءات الاحترازية خلينا اتكلم في الاول طبعا احنا مناسبة عيد الفطر دايما بتبقى مرتبطة كعادة اجتماعية مع المصريين بتجمعات كبيرة جدا نزول للشوارع التواجد في ميادين في الاماكن العامة وده طبعا بيؤدي الى يعني تكدس كبير جدا جدا للمناطق العامة والمفتوحة وبيبقى ده يعني طبعا فرصة كبيرة لانتشار الفيروس فعشان كده طبعا احنا كحكومة كنا بننظر ان الهدف من الاجراءات اللي احنا هنعلن عن اتخاذها طوال الفترة الخاصة بعيد الفطر هي اجراءاتها هدفها الاساسي هو الوقاية من ان احنا يبقى فيه فرص لانتشار اكبر نتيجة لجموع المصريين الكبيرة اللي بتبقى موجودة في المناطق العامة هدفه ان احنا نقلل بقدر الامكان من عملية انتشار الفيروس عشان كل الاجراءات اللي انا هعلنها ايضا ما بعد اسبوع العيد نبدأ ازاي كدولة في التحرك نحو التعايش والتعامل مع تواجد هذا الفيروس وازاي كدولة رؤيتنا وكحكومة هنتحرك ازاي فيمكن كان عشان كده احنا كنا حرصين في خلال مناقشة ماذا سيتم في اسبوع العيد ان احنا ننتهز الفرصة ان بصفة عامة هي اجازة عيد الفطر حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا يوم الوقفة المطاقة هو يوم السبت القادم مع اجازة العيد يعني تبقى حتى الان الحسابات الفلكية هتبقى من الحد الى الثلاثاء وبيبقى بيتبقى بقية ايام الاسبوع فقط الاربع والخميس فعشان كده يمكن كان الوجهة النظر ان احنا نتيح طبعا لان الفترة دي فترة على بعضها ان احنا كدولة نأخذ اجراء يخص الاسبوع على بعضه علشان نعمل بقدر الامكان اقصى درجات الحد من التخالط والانتشار نتيجة لتواجد حجام كبيرة من المواطنين في الشوارع والميادين والمراضي الفيروس لسه بقي الفيروس هيفضل موجود معنا انا شايف ان يمكن دي اهم جملة قالت بعيد عن حزمة القرارات اللي طلعت المهم اللي هذكر بعضها انما فكرة ان الفيروس باقي معنا وهنتعامل معاه هي الاهم بالنسبة لي انه طريق التعامل الفترة الجاية انت بتتعامل مع امر واقع دول العالم كلها اتعاملت مع الامر الواقع واتدت كتعايش ويكون السلوك الحضاري والسلوك الطبيعي عند الشخص هو انه يعتني بنفسه يبعد عن الاخرين خليني اذكر اهم اجزاء سيد رئيس مجلس الوزراء يعني اللي كان اهمها وقصر شوية على المواطن المصري معنويا انه صلاة العيد ديش موجودة معنا انه الحظر حتى الساعة خمسة يعني الساعة الخامسة في ايام العيد كلها ويرجع مرة تانية الاسبوع اللي يلي صلاة العيد للساعة تمانية مرة تانية المطاعم الكافيهات الشواطئ كل ده مقفول وسائل النقل الجماعي كلها معطلة كلها في اجازة عشان النهاردة ما نجبرش لان فيه فئة حتى ولو قليلة بتتعمد تخرج ولا تبالي هنرجع تاني نقول السلوك السلوك مهم جدا سلوك الاشخاص هو الطريقة الحضارية اللي ممكن تعدي بيها ازمة اي دولة في العالم اذا عدت عدت رقم واحد بقرارات المؤسسات الدولة رقم اتنين بالسلوك سلوك المواطن لان سلوك المواطن هو مهم جدا وحاجة مهمة بيتعامل بناء عليها الدولة في انها قراراتها بتتطبق ولا لأ خليني اخد معاكو جزئية مهمة جدا انا شايف ان وسيلة اتصال المواطن دايما بالدولة وقراراتها هي الصحافة صحافة الاعلام القنوات بنعرف اخبارنا كلها عن طريق المواقع وعن طريق الصحافة عايز اعرف حاجات كتيرة جدا هل الصحافة دي اتأثرت هي كمان ولا لا خليني اخد معايا ومعاكم اتصال مع الاستاذ محمد السيد الأزاوي او انا افضل محمد الأزاوي على طول مدير تحرير جورنال الجمهورية مساء الخير مساء النور سيد البرهيب محمد الأزاوي اهلا بيك الاول في برنامج دفتر احوال اهلا بيك رمضان كريم اول رمضان يعد علينا بالشكل ده دي حقيقة اول رمضاني يعد علينا مغير الأجوان مغير صلاة الترويح مغير جوانا مغير حاجات كتيرة جدا الشعائر كلها وقفة بالزبط الشعائر كلها وقفة حاجات صعبة بالزبط حتى يعني بداياتا ده الكلام ده مع المسيحيين يعني خليني اقول كمان المسيحيين قبلنا عصروا ان يعيد المسيحيين والصلاة ما كانتش موجودة كمان يعني مسلمين ومسيحيين اتأثروا بالزبط بالزبط خليني اسألك انت سؤال مباشر الصحافة تأثرت بالكورونا ولا بقى الصحافة ده هي زائق طبعا تأثرت التأثير ده يعني على الناس كلها على العالم كله يعني جميع القطاعات وجميع الاعمال في العالم بتعاني من بسبب فيروس كورونا خلينا اقول لك الاول حاجة يعني الرؤية اللي انا شايفها بالنسبة لنهاردة القرارات رئيس الوزراء قبل ما ادخل معك في موضوع الصحافة عندي بس تعليق مهم ما ايز اقول لك علي يا بقيد ان دلوقتي انا شايف ان مصر اتعملت الحكومة اتعملت بشكل يعني فقط كل التوقعات يعني اول مرة الواحد يحس ان في دولة مؤسسات دولة الحكومة عشر على العشرة والمواطن خمسة على العشرة او اربعة من عشرة تقريبا صح المؤسسات تاعت الدولة حتى خطة للتعامل مع كل شيء بصراحة حاجة مبهرة او حاجة انا كمان امكان اضيف ليك يعني من الشعر بيتا انه احنا اول مرة زي ما بقول دايما بنحس ان الدولة في ظهرنا بالزبط بالزبط تحس ان الدولة بتفكر لك الدولة خايف عليك الدولة عايزة تعمل حاجات كتيرة جدا علشان تحافظ على سلامتك وصحتك وصحت ايلتك وولادك وابوك وامك يعني انا شايف ان تحرك على كافة المستويات الرايس بينزل برجله في الشارع بوسط الناس يشوف الكبار يخلطط ولا كإن في حاجة ينزل ولا كإن فيه ازمة ولا كإن فيه كورونا ولا كإن فيه اجازات ولا كإن فيه اي حاجة ننازل شغاله والعمل مستمر ومماشيينه في نفس الوقت الكمامات لبسوها ولا لأ يعني بص انا حاسس اوقات والله بس يمكن عشان انا انا ايمكن اوقات بقيدك اوقات بحس انه بيقول للمواطن نقض انت اجازة وانا هنزل اشتغل مفارقة غريبة شايف ايه يعني مش للدرجاتي بس هو بيبين بيدي شعور بالالتزام شعور بالمسؤولية شعور بالاتمئنان بيحسس الناس ما تخافوش برضو ما تخافوش احنا لو خدنا حذرنا وكملنا الموضوع صحيح محتاج تغيير في السلوكيات ارجع بقى لموضوع الصحافة وقول لك عليها خليني ارجعلك لموضوع الصحافة واسألك سؤال مباشر كده سمعت ان دول كتيرة وقفت الجرائد ووقفت الصحافة الورقية بص الامارات وبعض الدول مش كلها بعض الدول وقفت المطبوعات الورقية لحين اشعار اخر حتى انتهاء ازمة فيروس كورونا يعني خوفا من ان هي ممكن تغيير فيروس بالملامسة بالضبط بس يعني هو ده يعني مش قوي كده لان انت اصلا ما انت ممكن اي حاجة تبمسها تبقلك فيروس الموضوع يعني مش لدرجة هذا الرعب يعني طبعا الصحافة تأثرت وفي نفس الوقت عليها يعني بتواجه تحدي كبير ازاي تحطر على الاستمرار ازاي تعمل مواضيع على فكرة ايقول لك على حاجة الوقتي انت في معظم الانترنت الناس كلها قاعدة في البيت والناس كلها بتستخدم الانترنت اوقات كثيرة جدا انت قاعدة في البيت لان الانترنت وقع الانترنت قال الانترنت فبيبقى مصدر معلوماتك اما تلفزيون او جورنال فلسه الجورنال هيظل قاعدة صح اللي انا عايز اتكلم عليه بالنسبة نحن بالنسبة العمل الصحفي طبعا بنواجه بعض المشاكل علشان العدد لازم العدد يبقى قليل في المكان علشان طبعا بديم الاجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا خلينا اسألك سؤال مباشر يعني زمايلنا اللي مثلا في القطاع الصحي اللي بيغطوا الاخبار بتاع المستشفيات والقطاع الصحي كله بيتعاملوا ازاي وهل بيواجهوا معوقات في شغلهم ولا لا؟ بوصة برهيم اكيد هما بيبقوا بيواجهوا معوقات طبعا بس هما بيبقوا بيلتزموا بالاجراءات الوقائية لو راحوا طبعا الزيارات الميدانية في المستشفيات هما اصلا بيجي يدخلوا بيلتزموا بالاجراءات الوقائية انهم يلبسوا الجوانتي الكمامات يطحاروا ديهم اول باول فطبعا لما بنزلوا حاجات زي كده بيبقى معهم المختصين علشان منعا لتجنب اي اصابات وخلي بالك برضو الحاجات دي يعني ان تبقى فيه اضيق الحدود منعا من او خوفا من وجود اي اصابات حاجات كلها عبارة عن مكالمات هاتفية او الزيارات الميدانية في الحاجات دي بتبقى قليلة جدا وفي قضيق الحدود لان انت ممكن فيه واحد يبقى عنده الفيروس وما يبقى انش عليه الا بعد 3-4 فيان يعني هو ده الازمة بتاعة الفيروس فبالتالي بيبقى معظم البيانات اما بيانات رسمية او اتصالات هاتفية او زيارات بس زيارات في اماكن بعيدة شوية ويتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية طيب سؤال مهم جدا كان بيراودني يمكن انا عندي اجابة انما محتاج ان المشاهد يوصلوا اجابة بدا بتواجهكم مشاكل في الحركة بعد اوقات الحظر يعني الدولة ساعدت وبتساعد في ده ولا لأ طبعا يا بص لا فيش اي مشاكل بالنسبة للصحفيين والاعلاميين في التجول بعد حظر في اوقات حظر التجول يعني بصراحة يعني رجال الشرطة بيتعاملوا معنا بمنتهى الاحترام والادب بيشوفوا بس الكامنية او التصريح الاعلاميين والكامنية تعال الصحفيين وبيسمح لك بالمرور في اي وقت ما فيش اي مشكلة في النقطة دي بالعكس احنا يعني احنا متعودين على كده او كصحفي من ايام كتيرة جدا ايام حظر التجول حتى ايام الثورة حتى يعني احنا متعودين على كده وصراحة رجال الشرطة والامن متفاهمين جدا لمحمدنا انا شايف انه بداية من قرارات مجلس الوزراء ووضع الصحافة والاعلام بكل الفئات من الفئة المستثناء قرار عبقاري قرار يعني بيبين حرية الصحافة والاعلام تالي مزبوط مزبوط طبعا بيبين حرية الصحافة والاعلام لان هي الاعلام والصحافة هو ده اللي بنقل نض الشارع للدولة يعني هو اللي بي وفي نفس الوقت بيوصل الرسالة بتاعة الدولة يموت فبالتالي هو الجسر التواصل بين الدولة والمواطن هو الاعلام ووسائل الصحافة اعايز اقول لك الحقيقة برهين بالنسبة لازمة كورونا احنا انا شايف بالنسبة للدول الكبيرة دلوقتي معظم الناس في الدول الكبيرة سواء امريكا سواء فرنسا دول اللي تأثرت كبيرة اللي كان عندها حجم اصابات خرافي رهيب ولغاية دلوقتي لغاية دلوقتي دي حجم اصابات كبير وبان عندهم مشاكل كتيرة جدا في النظام الصحي بتاعهم اللي احنا كنا مبهورين به مصر الحمد لله احنا بس عايزين نكمل الفترة اللي جاية بتاعة اليد دي فترة اه ممكن يكون الحكومة اتخذت فيها بعض الاجراءات القوية اللي هي عايزة تقلل فيها التجول بتاع الناس اتعاجل تقلل التجمعات علشان على اقل العداد تقل شوية قبل ما احنا نرجع نبدأ مرحلة التعايش زي ما رئيس الوزر قال نا بنساعد اصدق احنا ناخد نفسنا كمرحلة اولى ننقل الدولة للمرحلة التانية بالزبط ننقل كده احنا محتاجين محتاجين في الفترة اللي جاية دي حاجات لازم نخطها في المرحلة ايه هي اه الوعي يبعا عندنا وعي احنا الغايد الوقتي بنراهن على وعي المواطن ونلحد الوقتي للأسف اه بنخفش لان احنا عايزين المواطن يغير من بعض سلوكياته سلوكيات سهلة جدا الالتزام بيها هيقدي الى نجاتنا كلنا من الازمة الاقتصادية من ازمة من انت تعدي النفق ده وتعدي المشكلة والازمة دي ده امر مهم جدا بالزبط بس احنا مش محتاجين غير يعني مثلا بالنسبة للمانيا المانيا دلوقتي عملت ايه فتحة في مطاعم مفتوحة في مطاعم مفتوحة في محلات وكوفي شوبس مفتوحة ايوة في اختارت ده بناءنا على ايه يعني هي اختارت ايش معنى المطعم ده يفتح وده ما يفتحش بناءنا على ايه بص بقى عملوا ايه بقى ايه حدوا عملوا خطة واضحة كده احنا دلوقتي عايزين المكان اللي اقلي من 800 متر اللي هيبقى فيه عدد الاشخاص اللي بيدخلوا هنا محدد عشرة هيدخلوا المطعم ده مفيش غيرهم اللي عايز يجي ويتنج ده سيقعد بره في الويتنج اريا الغالي طب ما يفضح يحد يدخل مكانه يبقى فيه اذا حاجة محددة محدش يدخل فيها في اماكن مغلقة اللي عدد معين حاجة تانية ارتداء الكمامات الشكل الزاني في وسائل المواصلات في اي حتة لازم التعقيم وسائل التعقيم لازم لما يكون واحد تعبان وحاسس بأي تعب يلزم بيته وكل القوانين بتاعه او حقوق بتاعته حقوق العمل او اي حاجة هتوصله لغاية البيت يعني ما يخافش ان هو ممكن يترفل لو قعد وسبوعين بيعزل نفسه في حجر منزلي عشان ما يصيبش الناس بص خدوا كل الاجراءات وفعلا المانيا هي تنجح دولة في اوروبا من حيث عدد الوفيات بتاعت تعدي الازمة شوية لحد ما عدتها كتير بشكل كتير دلوقتي فرنسا وايطاليا بيبعثوا الالمانيا حالات عشان تعالجهم انت متخيل الوفيات في المانيا نسبتها قليلة جدا اتعملت بشكل كويس جدا وبدأت دلوقتي ايطاليا ايطاليا هتفتح السياحة بدأت تفتح السياحة الداخلية المانيا رجعت الدوري بس رجعت الدوري بشكل المختلف ان انت دلوقتي لازم يبقى فيه مفيش جماهير اللعيب اللي يحس ان عنده اي اعراض واي تعب يعود على طول ويتعزل ويعزل نفسه احنا مبدأين ما عندناش كده كده جماهير يعني بش هنواجه ازمة في جزمة الجماهير دي احسر حكي مش موجودة ولا ألترس ولا مالترس بالزبط بالزبط احنا عندنا المرحلة دي فعلا من الاول اه فاحنا احنا ده انا بتكلم عليه احنا داخلين على مرحلة بنحاول فيها ما هو احنا عندنا مفيش خيارات قدام الدولة خير خيارين الخيار الاولاني نقعد في البيت وكلنا نشحط او نمشي ونتعايش مع الازمة بالشكل الصحي السليم ونطبق التجارب احنا نجحنا احنا قريدي نجحنا عدنا مرحلة كبيرة احسن من دول كتيرة احسن من امريكا انت احسن من فرنسا انت عندك دلوقتي انا احب اقولك ان انا ليه علاقات كبيرة يعني بالجالية الاجنبية والسفر الموجودين مش عايز اقولك ان فيه ناس قاعدة في مصر مش عايزة ترجع بلاتها خايفة من الاصابة وعايدين هنا عايدين هنا عايدين هنا مبسوطين ومتأمنين حسين انهم متأمنين بالزبط بالزبط واقولك على مفارقة رغم كده برضو فيه قدر من الحرية مش من الحظر الكامل زي دول الاوروبا بالزبط فمتحسن فيه مفارقة غريبة شوية يعني الدولة سيئة بالزبط بالزبط اللي انا عايز اقوله ان فعلا الدولة المصرية الواحد فخور ان هو التعامل بتاعها مع الازمة بشكل واضح فيه شفافية في التعامل مؤتمر صحفي في كل فترة ويطلع فيها رئيس الوزراء ومعاك جميع كافة الوزراء المعليمين يتكلم عن كافة القطارات بكل شفافية فيه وعي الى حد ما الواعي ده برضو ارجع اقول لحضراتك تاني الى حد ما يا سيد محمد القزاوي انا بشكرك انك نقلتنا نبزة عن العمل الصحفي وعن ما يدور خلف الكاميرات يعني زي ما بيقوله كده اللي وراك كاميرات ايه بس عايز اسألك واطلب منك طلب هلو؟ هاي بمحضرتك يا سيد محمد هاطلب منك طلب تفضل توقيدنا انك تكون موجود معنا في لقاء تنقلنا علىنا الهوى اللي بيحصل واللي بيدور وراء الكواليس زي ما بيقوله وأكيد عندنا مواقف كتير وعندنا مواجهات كتير ما بين المسئولين وما بين الصحافة وليها نتائج إيجابية على الأرض يعني على الأرض الواقع نستسمحك حصرياً كده تجينا في لقاء تنقلنا ما يدور يعني حول كورونا طبعاً طبعاً إن شاء الله عبارة حضرتك إن أنا يجي ونعمل لقاء مطول ده شرف لينا بشكرك في نهاية لقائي وبقول لها كل سنة وإنت طيب لقس محمد الأزعي ومدير تحرير الجمهورية البادر بالمداخلة الجميلة بيبين لنا إيه اللي بيجرع إيه اللي بيدور إيه الأزمة إيه اللي وراء الأزمة إيه التعامل بنتعامل إزاي أمور كتيرة جداً عايز أتكلم في جزء مهم جداً هو أصل وجودي هنا قدامكم وهو الناس المشاهدين أنا دايماً اتدافع لكل موزيع ولكل إعلامي ناجح هو بش ناجح بسلوكه بإسلوبه ناجح بالناس ناجح بوقفة الناس والمجتمع اللي عنده متطلبات وبيأمل في الخير بشكر كل المشاهدين اللي وقفين ورايا كل المتابعين اللي بعتولنا بوعد كل الناس اللي بعتت لنا على صفحة دفتر أحوال وبقول لهم وراكم وبإذن الله هيقضى أمركم بإذن الله يجعلنا سبب هيقضى أمركم خاصة الحلقة اللي فاتت كان عندنا مدخلة مع محمد الوقبي المتحدث للوزارة التضامن الاجتماعي موضوع معاش تكافل وكرامة مأثر كتير قوي في الناس مأثر كتير قوي الموقوفة الوزيرة نيفين القباج وعدتنا بإنه هيتم حل وفحص كل الطلبات يعني خليني أكون صريح يعني اللي عايزة نقلو هو إن الناس بعتت لنا وطلبت مننا طلبنا من كل المشاهدين والمتابعين لدفتر أحوال إنه هم يبعتونا صور البطايق بنبعتها للوزارة تفحص الأمر نفحص تظلمات إنما هرجع أقول جزء مهم جدا هو إنه كل حد عنده وقف ظاهر ليه سبب قبل ما يبعت لنا يزيل سبب الوقف يعني فيه أشخاص كتير عندهم تأمينات في أماكن تانية عندهم معنى حرة وأعمال حرة كل واحد عنده سبب حاولوا تزيلوا السبب الأول حاولوا قبل ما ترجعونا وترجعونا علشان نتابع التظلم وإيه اللي بيدور في وزارة التضامن الاجتماعي نوقف الأزمة ونوقف السبب اللي وراء تم وقف المعاش لأنه مش طبيعي إنه يكون عندك سبب ظاهر أعلن وظاهر لك على الشاشة وعلى السيستم إن مثلاً عندك سجل تجاري فأنت تعمل تظلم وتسيب السبب زي ما هو إنه عندك سجل تجاري ما أنت عندك مهنة حرة لأ زين السبب الأول إرجع لنا إحنا طرف بنساعد فإذاً إنت كمان ساعدنا ناس كتير عندها تأمينات اجتماعية سوئين وغيره في حالات كتير جداً يعني المتابعين على الصفحة واللي شغلين على الصفحة بيقولون إن الأسباب شبه بعض إحنا مش عارفين تم إزالة السبب ولا لأ فأنا بوجه رسالة لكل المتابعين لنا على الصفحة اللي بعتونا الرسائل بالألافات المعاشوم متوقف معاش تكافل وكرامة زيلوا الأسباب شيل سبب الوقف اللي ظاهر على سيستم الوزارة إنك ظاهر لك سبب صريح لما عملت تظلم ظاهر سبب صريح إنه معاشك موقوف حاول الأول كمرحلة أولة إنك تزيل السبب نعمل التظلم ونتابع إحنا التظلم هنتابع وهنتظل نتابع احتياجات كل مواطن مصري كل المواطنين أملهم إنهم يعيشوا بحياة كريمة ده الأمنية الطبيعية لكل المواطنين للعالم من حقك إنك تعيش بس لما تفكر أولا تحل مشكلتك مش طبيعي إن أنا أروح لجهة بتصرف لي عائد أو بتصرف لي معاش أروح لها بمشكلة وقول لها حل لي لأنت المشكلة أنا النهاردة عندي أزمة لازم أحلها أنا مش عايز أطول في الجزئية كتير بس هي رسالة يعني زمالنا اللي في الصفحة بيردوا على كل الناس شايفين الأزمة موجودة إنه في أسباب معلنة بوقف فأنا مش عايز يكون ده المنوال الطبيعي للمواطن المصري إنه يقول أنا لمعاش موجود وخلاص لأ إنت عندك سبب زيله نرجع نتواصل مع بعض نكمل نظهر لحد اللحظة اللي إحنا فيها دي ما أثرتش معانا إبعاثوا الحالات وهنشوف إيه أسباب الوقف وهل تم إزالة ولا لا فكان دوري إن أنا أمقل الشكر لكل المشاهدين اللي امتابعنا وبنوعدهم أي مشكلة كبيرة ارجعوا لنا إحنا طرف بيساعد الأعلام الهادف هو دوره إنه يكون حلقة وصل حلقة وصل خاصة في البرامج الخدمية حلقة وصل ما بينه وما بين المؤسسة ما بينه وما بين الحكومة ما بينه وما بين الدولة أمقل صوت اللي تحت للصوت اللي فوق هو ده دوري ونحاول نحل ونساعد ده دورنا هنفضل في المنبر الإعلامي وهيفضل البرنامج والقناة دورهم كده دورهم إنه هو يساعده بقول لكل المتصلين إنه فيه أمور كتير فيه ناس زعلانة فيه ناس زعلانة من عدم الرد والإيجابية خلييني أقول جزء مهم جدا أنت فيه ناس بتقول لي من سبع وتمن شهور ومن سنتين احنا موقفين بتلسه بعكلي من أربع تيام وأنا حلقة وصلة زي ما أنا لسا مبين أكيد المشكلة بيش هتحل وأجهد تواصلنا وردينا على الرسائل وردينا على الكومنتات اللي موجودة على البص فبالتالي إحنا مرحلة هتاخد وقتها أكيد بإذن الله بيش هيكون طويل نأمل في الله إنه يتم كمان فتح تكافل وكرامة بعد العيد لأنه السؤال المطروح دايما من ناس كتير عايزين يقدموا لسا من البداية الأوزارة واقفة لأن الباحثين مش هيقدروا ينزلوا في ظل أحداث الكورونا عشان الإختلاط وخلافه كان دوري إن أنا أنقل الجزئية دي لأنها مهمة جدا أطمن الناس اللي عايزين يقدموا على تكافل وكرامة بنقول لهم إن فيه موقع بعتناه وحطناه على صفحة دفتر أحوال عشان الناس تلجأ له إنما هو مش موقوف إنما مرجع أو مؤجل حاليا وهيرجع تاني للنور بعد ما تزول الغمة يعني عن مصر وعن العالم كله أزمة كورونا بنقول لكل الناس اللي بيتتصلوا كمان إحنا معاكم قلبا وقالبا أرقمنا موجودة كمان على صفحة دفتر أحوال أرقمنا موجودة على الشاشة دوما بنقول لكل المتصلين اللي ما تابعناش الحلقات اللي فاتت كل الوزارات المعنية بالخدمات بإذن الله لتواصل معاها انتظروا مننا كتير أو الفترة اللي جاية انتظروا مننا تحديات إحنا دخلنا ودخلنا نفسنا فيها علشان المواطن المصري زي ما بقول مدام اخترت النفسي دور إن أنا أكون راجل حابب أخدم وأكون في خدمة المواطن المصري وبخدم أهل مصر ربنا يقدرنا على ده في تحديات هنقابلها في عقبات أكيد إنما إلى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي كل المسؤولين إلى الحد الآن مفيش حد متقاعس مفيش حد أثر معانا مفيش حد قال لنا مش هرد مش هتابع ما سخر لناش موظفين نتابع معاهم كل يعني على قدم الوصاق زي ما بيقولوا عندنا كتير أخبار مع وزارة التجارة والتموين عندنا مع وزارة البترول إيه الخطة وإيه اللي بيدور ما قبل العيد وما بعد العيد أكيد بإذن الله هنساعد ابتدينا نعمل قطاعات لكل الوزارات يعني عندنا خط مفتوح مع وزارة الاتضامن وهكذا مع وزارة التموين لأن فيه موضوع شائك قوي وعادتنا وزارة التموين إن احنا نكون متصلين معاها بفرع كامل في هذا الموضوع وهي إيقاف بطاقات التموين فيه بطاقات التموين موقوفة عن الأسر كتير كل ده هنتابعوا في الفترة الجاية مش عايز مش عايز تطول على المشاهدين النهارده بعتذر عن الاتصالات اللي احنا ما استقبلنهاش دلوقتي أو الناس المعلقة على الخط مش عارف زماننا بيقولوا فيه مدخلات أو أو هكذا إنما فيه كتير جديد فيه كتير بنساعد بيه الطرق الطرق مفتوحة معانا وكل المسؤولين معانا خليني أخد اتصال الأول من الأستاذ عزة مساء الخير تقريبا الخط قطع الأستاذ نجوة مساء الخير السلام عليكم السلام عليكم سيدة نجوة مساء الخير سيدة نجوة الفضال يا أمم السيدة استعطي وقفة جلها حوالي سنة اسمعيني الأول من من التلفزيون نعم السيدة استعطي وقفة جلها سنة سنة قالوا لك سبب الوقفة إيه قلت جلجيزي شغال بس مش مهم أنا شغالي أنا نسوار لأ معلش كان شغال سواء كان شغال سواء بس مش مهم علي يعني شغال فيه تأمينات تأمينات صغر لا تأمينات ولا حال مال بس رحواجفوه مش نستقلنا على في الشيء جلو موجوف عشان في يعني من الكابة اليدرية طيب هستسمحك يا ماما معرفش حضرتك تعرفي توصل لصفحة دفتر أحوالي ولا لأ طيب إيه بعتنا سوقهم شهر كده بس جلو ما عرفش يا ماما حضرتك دلوقتي تقدر يتوصلي أو حد من ولادك أو حد من أهلك يقدر على الشاشة موجود صفحة اسمها صفحة دفتر أحوال صفحة بتاعت البرنامج حاولي توصلي لها وتبعتلنا صورة البطاقة بس عايزين صورة بطاقة الرقم القومي نعرف سبب الوقف إيه نخطب الوزارة والوزارة بترجع ترد علينا بإذن الله نعرف إيه هو سبب الوقف ونحاول نزيله مع بعض أخد صال من أستاذ إيمان مساء الخير مساء الخير سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عزة مساء الخير أيوة سمعك أيوة بك أنا عزة يا فندم أهلا وسهلا بيك أنا قلت دفتر أحوال يا فندم أنا مجدد في تكافل وكرامة من زمان وما فيش حاجة خالص وصلت لي أنت بعطتنا صورة بطاقتك على صفحة دفتر أحوال لا لا أنا بعث الورق كله يا فندم فيه عندنا في المركز وقال لك كمان سبوع وكمان شهر وأجلونه بغير تلت سنين والله طب قالولك قالولك سبب اللوقف فيه يا عزة يعني من زمان قبل قبل القرون قالولك سبب اللوقف فيه تاني اسمعني قالولك سبب اللوقف فيه قالول استنى شوية لما الورق يخش ومش عارفهم أنا أتتصر عليه يعني أنت ما صرفتش أصلا من الأول أنا طرفت من الأول وروحت له من راح علي صرفت وتوقف صح؟ وتوقف آه قالولك سبب اللوقف فيه ما قالوش والله يا فندم لا الوزارة ما بفعش ما تردش خليني أكون صريح لأنها شفت السيستم بنفسي بيطلع سبب للوقف ماشي ما قالوش يا فندم باتقاني يا رجل بروحت له بدل مرة خمس مرات طب هستسمحك هستسمحك إبعت لنا صورة البطاقة على صفحة دفتر أحوال في رسالة مش عايزين أكتر من كده وإحنا هنعرف سبب اللوقف فيه معايا سمعني يا سوز عزت ماشي يا فندم حاضر عايزين صورة الرقم القوم بس إن شاء الله وابعتها لحضرتك إن شاء الله يا فندم ابعت لنا صورة الرقم القوم بس حاضر يا فندم زي ما ماقول أزمة بتواجه الناس كلها إنه البعض غير مدرك إنما أنا متأكد لأنه أنا شفت السيستم بتاع الوزارة فيه خانة خانة لازم تكون موجودة فيها سبب الإقاف لأنه الخطوط كلها بتاعت المصالح الحكومية ابتدت تبقى مربوطة بشكل عملي يعني وزارة تضامن ربطت خط مع السجل التجاري ومع السجل المدني مع المرور مع كل الجهات اللي تقدر تستعلم بيها عن الشخص برقم القومي يعني خلينا نقول حتى أنا كنت متعمد أقول لكل شخص بيكلمني ابعت لنا صورة الرقم القومي شمعنا بقوله ليه الرقم القومي علشان ما يختلتش الأمر ويقول لي لا لا تشابه أسامي الرقم القومي ما بيتشابهش فهي دي كانت الحتة اللي فيها خبرة شوية من وزارة تضامن إنها عايزة تدي الناس حقوق مش عايزة تكون الموضوع على المشاعة مش عايزة اللي ملوش حق ياخد قص يعني تم الشوية الضغط على ناس إنما أكيد عندهم أسباب يعني لما توقف عن معاش مثلا عن ست مسنة أو أكيد عندها سبب للوقف فانزيلوا لأن الوزارة بتخرج مال من الدولة فهيئة معاش لازم يوصل المستحق يعني مش كل حد هيجي بحالة ويقول أصلا أنا غير قادر ويجمع ما بين معاش والده مثلا ومعاش تكافل وكرامة مش منطقي لأنه فيه الغير يستحق وأنا أنا معه ده أنا معه إنه الموضوع مش مش زكاء من مواطن يعني يحصل على معاشين في وقت واحد علشان يقدر يعيش لا مش مبرر بقول لكل الناس في تكافل وكرامة تحديدا إحنا مع بعض لآخر الخط خليني أخد بيقولنا بس فيه مداخلة تانية أساس محمود مساء الخير مساء النور يا تندب فضل يا فضل حضرتك محمود من الجيزة واحد من خرجين الأكاديميات التمريد الخاصة اللي حصلين على دورات تدريبية تمام أنا واحد من ضمن 6,000 واحد متقدمين لوزارة الصحة وتقدمنا عشان نتطوع بدون مقابل إن إحنا نساعد في ظل الوقت الحالي قدمنا أكثر من طلب والوزارة ما بتردش علينا ولا بسبب الرفض إيه ولا بسبب إن إحنا يعني مش عارفين يساعد أنا واحد يا فندم اتعزلت في مستشفى جالي اشتباه في كورونا اتعزلت في أزوى مستشفى عز التمريد كان تمريد واحد في دور متك 30 حالة لما عارفوا إن أنا حالة سلبي كان بيكلم معي بيقول لي أنا تعافل إحنا عايزين نساعد مش عارفين نوصل لمن ولا من يقدر يساعدنا عمليم بحور معلاش خليني أرجع تانية أسألك سؤال أنتو عايزين تتطوعوا للوزارة ويعني بدون مقابل ولا عايزين تعينوا قبل التمريد حالياً دلوقتي يا فندم إحنا عايزين نتطوع بدون مقابل عشان أزمة البلد والعجز اللي بتواجه بالمستشفيات أنا متفق معاك مش عايزين جنيه طيب أنا متفق معاك أفضل في مقابل 432 واحد على مستوى الجمهورية كلها طيب أنا أتفق معاك ويعني وبشكرك مبدئياً يعني إن كان لي الحق إن أنا أشكرك بإسم الدولة على ده وعلى دورك وعلى وقفتك أنا بشكرك وهستسمحك فيه تسيب لينا بس رقم تليفونك في الكنترول أو تبعت لي على صفحة دفتر أحوال على الفيسبوك أظن أكيد عندك فيسبوك صح كده يعني معرفش أنت معاي على الخط ولا لأ إذا أنت موجود على الفيسبوك صفحة دفتر أحوال هي موجودة على الشاشة معنا ابعتلينا عليها رقم تليفونك وهنحاول نوصل للوزارة والمسؤول عن وزارة الصحة ونشوف ما سوف يتم مع المتطوعين وهل يجوز ذلك قانونا ولا لأ لأنه إحنا مش أهل تعيين متطوعين أو توزيعهم إنما لها الخط الشرعي والقانوني ده خلينا نسأل الوزارة وأهل الخبرة في هذا وزارة الصحة والناس برضا بتقصرش معنا أنا حاول نكلم الدكتور خالد نجاهد المتحدث لوزارة الصحة ونعرف منه هل يجوز ده ولا لأ بنقول كل الناس في كل القطاعات إحنا معاكم قلبا وقالبا في دفتر أحوال رجعوا دايما بعتولنا محدش يتعب ما داع حق وراءه مطالب أكيد طول ما انت ليك حق وبتبعث أكيد هيجي اليوم اللي أمنيتك أو طلبك المشروع يتحق بإذن الله ربنا يجعلنا سبب دايما في ده إن إحنا نحاول نقدي خدمة للناس بشكر كل المشاهدين دفتر أحوال وبقول لكم أشوفكم الحلقة الجاي على خير بإذن الله في اللقاء الجديد من دفتر أحوال تابعونا دايما على صفحة دفتر أحوال طوال الأسبوع يعني حتى أرقام تليفوناتنا موجودة على الصفحة أشوفكم الأسبوع الجاي على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا